كتابة المقالة شروط لأنه يريد أن يوصل فكرة ثالثا لا تمعن في الجدية الصارمة ولا تسبر أغوار الفكرة ولا تتعمق في الموضوع لأن بعض الناس يعني يثقل على القارئ بالصرامة المنهجية بالتعمق في الأفكار بتصعيب المعلومات وهي يمكن أن يتطرق لها وأن تطرح بطريقة أسهل فيختار الطريق الأسهل يعني هذا أفضل لكتابة المقالة بل هو المطلوب رابعا تكون لغة المقالة لغة ودودة لا تكون لغة فيها استعلاء وفوقية خامسا الذاتية أو الوجدانية وهذه صفة أصيلة وصفة إيجابية في المقالة لأن المقالة هي تعبير عن صاحبها بوجه أو بآخر حتى لو كانت مقالة موضوعية لا بد أن تظهر لنا أفكاره وشخصيته من خلال هذه المقالة التي يكتبها وهذا يجعلها تحقق هذه الودية بين الكاتب والمتلقي سادسا اللغة الواضحة التي تنتقى من ما يعرفه المتلقي ومما يفهمه المتلقي سابعا يجب أن يكون أسلوب المقالة له خاصيته يكون له طابعه الخاص الذي يميزه والذي نستشف من خلاله كاتبه وما يتميز به من خصائص وكذلك أن يكشف أسلوب هذه المقالة ليس فقط عن كاتبها بل أيضا عن هذا الموضوع يوضحه يبينه وأيضا يراعي مستوى المتلقي الأسلوب يوضح قائلة ويوضح الموضوع وأيضا يراعي المتلقين وما يحتاجون إليه وما يفيدهم ثامنا التنويع في الأسالي داخل المقالة الواحدة أن تكون الأساليب أساليب قريبة إلى المتلقي هذا التنويع يدفع الملل عن المتلقي ويجعل المحتوى والمضمون المطلوب في هذه المقالة قريبا إلى نفس المتلقي وأكثر علوقا بذاته عندما يتناول هذا الموضوع وتحصل هذه الودية بين كاتب المقالة وبين المتلقي ترجمة نانسي قنقر